أقامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر في الفترة من 2022-2026 جاء ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعامي 2016 و2021 حيث تمثل الاستراتيجية الثالثة بداية انطلاقة لعمل جديد يتم البناء عليه من خلال ما تم إنجازه سابقا المزيد في سياق التقرير التالي معا ضد الإتجار بالبشر هذا هو الشعر الذي تبنته اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر في الفترة من 2022-2026 للحيلولة دون وقوع أي فرض بالمجتمع تحت وطأ أي صورة من صور الاستغلال أو الإتجار بالبشر الاستراتيجية هي الثالثة اللي احنا بنقدمها وإنها قائمة على أساس البناء على ما تم إنجازه في الاستراتيجيتين السابقتين وعلى رؤية مصرية متكملة بالنسبة لمكافحة جريمة الإتجار في البشر وطبعا المحاور هي بتقوم على الحماية وعلى عملية الإرادة وعلى التوعية وعلى استمرار التعاون والمشاركة بيننا وبين الأطراف الوطنية والأطراف الدولية الاستراتيجية الجديدة تابعت نهج التقسيم العلمي المتعارف عليه في مجال الإتجار في البشر من حيث الوقاية والحماية والملاحقة الجنائية بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية من خلال التوعية أو تقدم المساعدة حتى نحارب جريمة الإتجار بالبشر ينبيغي أن نتعاون وننصق مع الجهات المختلفة مثل الحكومة والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الدولية جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم الفادحة جرائم ذات الأسر والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للبلاد ومدمرة الأماكن وهي جريمة خطيرة لها أهميتها دوليا وصدر لها بروتوكول خاص بشأن مقاومتها فضلا لأنها بتتم ضمن إطار جريمة المنظمة الدولية عبر وطنية وده بيديها بعد دولي أيضا غير البعد الوطني اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع لهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تشكلت في عام 2017 وتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة ومجلس قومي ويأتي ذلك تأكيد لرؤية مصر في مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إطلاق الوثيقة الجديدة يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تعظم خطر جريمة الإتجار بالبشر نتيجة تدعيات جايحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها بالغ الأثر الاقتصادي والابتماعي على مختلف بلدان العالم ومن هنا جاء دور مصر الرائد بالتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية أحمد الحسيني التلفزيون المصري